بسم الله الرحمن جزاك الله وخيراً سيد الحاج ترح قضية أخرى وهي الشراء المقبرة له ولأهله إذا ماتوا شراء اللحد يعني هذا اللحد خطر اللحد يدفن فيه هو العائلة دينه هذه من ناحية الشرعية الأرض التي يدفن فيها المسلمون هي محبسة على من بات من المسلمين فلا يجوز للإلسان أن يتصرف في ما لا يملك يمحبسون تجيب على القبور هذا الذي يشرف على الدفن لا يجوز لا ليست أرضه لا يجوز أن يبيع ما لا يملك كيف تبيع عياذاً بالله أرضاً حبسها صاحبها لمن يموت أما الذين لا زالوا في الحياة فلا حق لهم في تلك الأرض الأرض للمسلمين على السواء من مات يدفن فلا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك هذه مسألة قاعدة معروفة ثانياً لا يجوز لك أن تشتري شيئاً هو محبس لأموات المسلمين وش أنتا يدير فيما تشري وش هذا الغريب هاري وش خضية الأرض المحبسة تشريها باش ندفنها نايا يموت الميت ومنقش القبر ونقوم نضرو به ونخليوك نتايا تحتها تموت نتا وتنفن تظل الأرض والعياذ بالله قد اشتريتها بحل شريت بلان دي الحياة شال الغريب هذا هذا حرام على البائع لأنه يبيع ما لا يملك وحرام على المشتري لأنه يشتري مسألة محبسة على الميت على الميت لأنه في حالة ما إذا مات الميت ولم يبقى إلا اللحظة الذي اشتراه فواجب على صاحب في المقبلة أن يدفنه فيه لأن الذي حبسه حبسه على الموت تعالى المسلمين إذن الله هذا يخصي ولذلك نحن نلتمس من السلطات أن تراقب هذا النوع من التصرفات داخل المقابر وتحجز عن كل قبر بيع لكي يبقى محبوسا على من مات من المسلمين ينبغي أن تقوم بهذا العمل لله وتطبيق شرع الله فهي المسؤولة البلدية هي المسؤولة والسلطات هي المسؤولة ما يخصاش ترك الناس تبقى تبيعه وتشري والعياذه بالله واش دخلنا الدنيا حتى للقبول اللي عنده يشري واللي ما عنده شي يبقى بلاش اشترق لي بهذا هذا ليه عجوز ينبغي أن تتدخل السلطة في هذه المسألة لكي تمنع كل من البائع والمشتري لأنهما إنما يتصرفا في ما لا يملكان ولأن صاحب هذا الأرض حبسها لمن مات من المسلمين فلا يعقل أن يموت المسلم ويظل فوق عناق الناس يبحثون لو عن قبر في حين أن القبر قد اشتره حيا لا زال ينعم بالحياة هذا ما كيش العقل والله تعالى على وقت نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر